تولت ردود أفعال وسائل الإعلام والصحف المصرية الإيجابية على إطلاق إعلان مملكة البحرين من القاهرة والتي تعكس الدلالة الواضحة على مواصلة مملكة البحرين نشر رسالتها في التسامح والتعايش للعالم أجمع هذا الصداء الواسع الذي تلقاه هذه المبادرة المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والترحيب المصري يؤكد ما تتضمنه الوثيقة من مبادئ تشكل ركائز التعايش والتآخي ونبذ العنف والكراهية بين مكونات مجتمعها كمنهج للسلام نجحت مملكة البحرين في نقل تجربتها في التسامح والتعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية إلى كافة أرجاء العالم وأصبحت المثال الذي يحتذا به عربيا وعالميا حيث احتضنت جمهورية مصر العربية إعلان مملكة البحرين وهي الوثيقة التي تعبر فكرة وفلسفة جلالة الملك المعظم ويعد هذا الاحتضان هو دعم ومساندة لكل بحريني وعربي ويعكس الحرص المتبادل على إرساء قواعد حقوق الإنسان ويجسد التأكيد على بناء الإنسان بشكل كامل هذا وتوالت ردود أفعال وسائل الإعلام والصحف المصرية الإيجابية وأكدت على أن إعلان مملكة البحرين من القاهرة أثبت للعالم أجمع المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الحرية الدينية وحرية المعتقد في المملكة حيث لم تقفل مختلف وسائل الإعلام عن إبراز هذا الحدث الكبير وهو ما يؤكد على الدلالة الواضحة لهذه المبادرة والتي تعكس مواصلة المملكة نشر رسالتها في التسامح والتعايش أقام مركز الملك حمد العالمي لتعايش السلمي بالبحرين حفلة تاتيشين إعلان مملكة البحرين في جمهورية مصر العربية انتلقت من دار الأبرا المصري أمسية فنية أحياثها فرقة البحرين الموسيقية تابعة لهيئة البحرين للتقافة والأتار في إطار الاحتفال بتتشين إعلان مملكة البحرين في مصر تحت رعاية العاهل البحريني تحية بداية كل عام والشعب المصري والبحريني بألف خير نحتفل أيضا بمرور خمسين عام على العلاقات المصرية البحرينية وفي السياق احتضان مصر لهذا الإعلان يؤكد على ما تتمتع به مصر من دور ريادي وطابع فريد في تتشين مختلف المبادرات للدول العربية إيمانا منها بضرورة توحيد المواقف المشتركة التي تصب في مصالح الدول العربية منذ سنين بالإضافة إلى ما تتمتع به من مكانة كبيرة على مستوى العالم العربي والإسلامي وقارة أفريقيا إلى جانب تشابه مملكة البحرين مع جمهورية مصر في مدى التعايش والتأخي بين مكونات مجتمعها إلى ذلك تحظى العلاقات على الدوام بعناية كبيرة من جلالة الملك المعظم والرئيس المصري لتطوير وتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات لصالح الشعبين الشرقين وهو ما يجعلها اليوم تكون من القاهرة بمثابة إعلان أمام العالم لحرية المعتقد والمحبة والتسامح والتعايش